اهلا بكم مشاهدين الى وجها لوجها مسلسل جلسات محكمة المعتقلين في حراك الريف متواصلة حلقاته ومع كل جلسة معلومات ووقائع وسجلات جديدة والجدل هذه المرة تمحور حول رفض نيابة العامة خلال جلسة الثلاثاء التي تمت في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض نيابة اخذ تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان بعين الاعتبار في القضية تقرير قدمه احد محامي هيئة الدفاع وتضمن مجموعة من الحالات التي اطلع عليها المجلس والتي توضح حسب التقرير تعرض معتقل حراك الريف للتعذيب والتعنيف اثناء وجودهم لدى الشرطة القضائية رفض انتفض ضده محامو الدفاع منددين بما وصفوه بتشكيك من قبل النيابة العامة في صحة التقرير وضع يدفعنا للتساؤل بدورنا عن السبب الذي جعل النيابة العامة ترفض باخذ تقرير المجلس الوطني بالحسبان مع ان المجلس يعتبر مؤسسة دستورية هل يعود ذلك لاعتبارات شكلية ام لاسباب جوهرية وهل يمكن ان نعتبر او ان نرى في تعامل النيابة العامة تناقدا مع ما تريده الحكومة من تطبيق للخطة الوطنية لحقوق الانسان وهل نرى ايضا تدويلا قادما للقضية بعد الجولة التي قام بها والد ناصر الزفزافي في اوروبا للمطالبة بالتدخل من اجل اطلاق سراح معتقلي الحراك لمناقشة هذا الموضوع ينضم اليك عبر الاقمار الاصطناعية من الرباط السيد طارق الاثلاثي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية واستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني وهنا في الاستوديو مع السيد عبدالصامت ايتعيشة الصحفي والعضو في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية اهلا بكم ضيفي الكريمين شكرا الله ابدأ معك ربما سيد طارق الاثلاثي من الرباط واسألك لماذا ترفض النيابة ان تأخذ بعين الاعتبار تقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان مساء الخير تحية لك السادة الدنيا وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة فرونس 24 لا شك وانا اتابع القناة قبل قليل لاحظت في طرحك لأسئلة على عضو من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان لك موقف قيمة فيما يرتبط بحكم قيمة فيما يرتبط بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان لا 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 ليس لدي اراءة قيمة انا فقط اطرح اسئلة لطربي الاجب انا سأجيب في اطار تأثير هذه الحلقة يجب ان ننتبه بانه يجب ان يتوفر لنا الحد الادنى من المتن القانونية لفهم المنظومة القضائية ومن خلالها المساطر وهذا ما نطلبه منك سيد طارق الاتلاتي ان توضح لنا حتى نفهم ويفهم المشاهد على بركة الله اذا حينما نتحدث عن المجلس الوطني لحقوق الانسان اولا يجب ان نعرف بانه من تجليات الديمقراطية في المملكة المغربية تفاعل المؤسسات الدستورية بعيدا عن الاملاءات وهنا اريد ان اعود مباشرة الى ان تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان نحترمها في حدود ما يتم استنتاجه من قرارات وشهادات متصلة باصحابها هذا اولا وهذه التقارير التي ينسجها المجلس الوطني لحقوق الانسان ما هي الا وتائق لا ترقى الى مستوى الوتائق الرسمية التي يعتمدها القضاء للبت في النوازل بمعنى ان تقرير لا لكي اشرح هذه النقطة انا قلت سنؤثر قانونيا هذه الحلقة وهذا المطلوب بمعنى انه المجلس الوطني لحقوق الانسان حينما يعطينا تقريرا هو ليس بوثيقة قضائية بل هو عبارة عن رأي شخصي قابل مضمونه وتفاصيله كيف نصف هذه التقارير هل هي تقارير استشارية مثلا كيف نصفها قانونيا انا سأشرح يعني الوقت حتى نطي الحق ايضا للضيف الاخر هنا في الاستشار تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان هي بطبيعة الحال قابلة صالحة لكي تكون نقاش عمومي ولكن ليس داخل المحاكم بل في اطارات اخرى كما هو متعارف عليه لدى الدول الديمقراطية في تجليات هذه الديمقراطية طيب واضح سيد عبدالصمد اي تعيشة كيف ترد على السيد طارق الاتلاتي ولماذا ترفض النيابة لأخذ بعين الاعتبار بهذا التقرير اعتقد بان سيد طارق الاتلاتي قال شيئا خطيرا وهو انه اعتبر تقرير مجلس الوطني لحقوق الانسان تقريرا شخصيا وهذا مسألة مؤسسة دستورية تنأسس المالك باعتبارها مؤسسة دستورية للبد في قضايا حقوق الانسان في المغرب ويعتبرها رأيا شخصيا هذه مسألة اولا يجب ان نطرح عليها الكثير من الاسئلة ثانيا مسألة اي نوع من الاسئلة يعني ما مدى جدية المجلس الوطني لحقوق الانسان ما مدى جدية المؤسسة ما مدى يعني ما هو موقعها على مستوى يعني الفضاء المؤسساتي المغربي اذا اعتبرنا ان التقارير مجلس الوطني حقوق الانسان هي تقارير شخصية فيجب ان يعني ان نلغي عنها الصفة الدستورية وان نعتبرها مؤسسة مدنية كاي جمعية او كاي شخص لكن هو قال ربما ان هذه التقارير مهمة لكن لا يجب عفوا سيد طريق اتلاتي لا يجب الاخذ بها على المستوى القضائي قانوني هذا ما اريد ان اشير اليه وان هذه المؤسسة الدستورية التي تسمى المجلس الوطني لحقوق الانسان هي هيئة شريكة في اصلاح القضاء وان السيد ادريس اليزمي رئيسها هو عضو في هذه في هيئة اصلاح القضاء فبالتالي هناك ارتباط اساسي ما بين هذه المؤسسة الدستورية وما بين القضاء تانيا عندما نعتقد عندما عندما توجد هناك اي تقارير معينة سواء لجمعيات مدنية او سواء لمؤسسات دستورية وهذه التقارير مبنية على مقابلات مع الضحايا وفيها تصريحات بالتعرض للتعديم فيجب على النيابة العامة ان 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 تستقبل هذه التقارير وان تحللها وان تقول في ذلك رأيها نعم فبالتالي لضمان لضمان ما يسمى بال يعني بالمحاكمة العادلة علينا ان نستمع الى جميع الاطراف والتصور لو كان هذا التقارير لو كان هذا التقارير مصيري في محاكمة معتقل الريح الريف عفوا طيب سيد تاريق أتلاتي ماذا ترد على مقاله سيد عبد سمد عيشة قال بان هذه المؤسسة دستورية بان سيد يازمي هو عضو في هيئة اصلاح القضاء رجاء لاحظت من حيث الشكل لاحظت من حيث الشكل في تسيير النقاش لم تقاطعيه ولو مرة واحدة قاطعته لا 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 رجاء الدنيا لا 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 ربما لديك مشكلة في الحسابات لم قطعته قطعته كذا مرة وعطيتك وقتا كافيا ايضا في انا اشتغل مهني وبمنهجية الضيف قال بانني قلت امرا خطيرا بمعنى ان المسألة تؤخذ من اشخاص والان يقول لك بان التقارير المجلس الوطني تؤخذ من المتهمين اقوى لهم في هذه التقارير الوتيقة التقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان ليست وتيقة رسمية تدرج في الملف المحاكمة هنا قلت بانها تصلح للنقاش العمومي في اطار الممارسة الديمقراطية لحقوق الانسان لكن هذا يمكن ان يعود ايضا لنظر القاضي في هذه القضية ربما القاضي قد يرى وقد يعتبر ان هذه الوثيقة صالحة لأخذها بعين الاعتبار لدى القاضي هذه هناك لاحظي معي أنا سأأتي سأأتي لتفكيك المسألة أنا قلت في البداية وتمنيت لو ان الضيف له حد ادنى من المتن القانونية لفهم المنظومة القضائية ولكن اعتقد ان له تخصص اخر على اي لكل منا تخصصه انا الان اقول له لكي نفهم يبدو بان بعض من هيئة دفاع المعتقلين من خلال هذه المحاولة لمحاولة فرض هذا التقرير انما يحاولون تهريب فصول المحاكمة بعيدا عن المساطر لان الملف هو يعني يحاولون اقحام مسألة حقوق الانسان في هذه المحاكمة هذا ما تريد ان تقوله تقارير لا تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان ليست بوتائق رسمية مدرجة ونحن هنا واضح حينما نتحدث لا حينما نتحدث دعيني اتكلم رجاءا حينما نتحدث حتى يكون النقاش متكافئة اني سيد تارق الأتلاتي يعني لا يجب ان تتحجج كل مرة بأنني لا أتكلم يجب باختصار عندي بعض أجوبة لبعض نستمع إلى سيد عبدالصمت ثم نعود إليك فيما يخص أن هذه الوطيقة لا تصلح قضائيا إلى آخر يجب أن نعود أولا إلى المسار الذي قطعته هذه الوطيقة هذه الوطيقة تم تسربها قبل أن تخرج تم تسربها إلى الصحفة ثم بعد خروجها تم إحالتها على وزير العدل وزير العدل لما اطلع عليها أحالها على النيابة العامة ولما أحالها على النيابة العامة يعني هذه النيابة العامة مطلعة على هذا التقرير وما رفضها في المحاكمة السابقة إلا هروب إلى الأمام وكذلك يعني ليست لأسباب شكلية هل تعرفوا جيدا هذا التقرير ما هي مشكلة تتعرفوا جيدا لحظة لحظة دعنا نستمع إلى عبد السمد عيشا ثم أعطيك حق رات هذا التقرير هو بين يدي النيابة العامة وتعرفوا جيدا ما هي الأسباب الحقيقية وراء أرض النيابة العامة أنا أقول لي سيد أتلاتي إذا كانت هذه الوثيقة لا تصلح قضائيا لماذا أحالها وزير العدل على النيابة العامة طيب لماذا أحالها وزير العدل على النيابة العامة سيد الأتلاتي نعم أنا قلت رجاءا نحن أضطرنا الحلقة وهي قانونية أنا نتحدث معك على مستوى قانونية سيد أتلاتي نحن نتحدث عن محاكم وقضاة نكن لهم كامل لاحترام للخبرة التي معرفون له وطرح سؤال لماذا أحال وزير العدل هذه الوثيقة على النيابة العامة أنا سأقول لك هناك جهة داخل هيئة الدفاع تحاول تهريب هذا الملف خارج إطار المساطر ولاحظي معي وأنت بدأت النقاش بالجولة التي كان يقوم بها ذلك الشخص أقول لك من هنا لا والد الزفزافي لا نقول ذلك الشخص نتحدث هنا عن مواطن مغربي هو والد الزفزافي السيد أحمد الزفزافي ونحن استضفناه هنا في فرانس بانكات وهو عزيز على قلبك وهو عزيز على قلبك أنا لاحظ أنا لاحظ أنا أقول لك كل من يستقوي على الدولة المغربية هو يسقط في إطار الخيانة العظمى وأسأقول لماذا لهذه تهمت خطيرة سيطرة لأن أطوار لأن أتحمل مسؤوليتي لأن أطوار المحاكمة لا زالت المواطنات والمواطنين المغاربة يتابعونها ولم تنتهي وليس فيها حكم يعني تقرير المجلس الوطني حقوق الإنسان يعتبر خيانة يعني لا أفهم الجوالات الجوالات خارج الوطن أنا سأأتيك الجوالات خارج الوطن ولدى دول معينة معروفة بنصبها للعداء للمملكة المغربية وقالها سيد أحمد زفزافي قالها على قناتنا حتى نكون حتى نكون عادلين حتى نكون عادلين لحظة لحظة حتى نكون عادلين قلت بسيد أحمد زفزافي وحكى لي عن طريقة التعديب التي تعرض له ابنه وكان يضرب مع الحائط حكى لي انظري اسمعي المصطلحات نعم أنا بصوري كالصحفي نحن نتدلم لغة قانون وينفو الكلام عن أحمد زفزافي وينفو الكلام وينفو الكلام نتحدث بحكمة وعن موضوع حتى يكون النقاش مسمو تعرض لتعديب وكان يضرب على الحائط وهناك شخص آخر كسرت أسنانه عبر لكمات قوية عند التحقيق وهناك أشخاص آخرين نحن نتحدث عن التقرير تقرير مجلس وطني لحق الإنسان هو تحصيل حاصل بمعنى أن هناك التعديب هناك تعديب وارد وأن هذا التعديب ملف المحاكمة ليست فيه أي وتيقة رسمية لا نتحدث عن تصريحات المعتقلين معتقلين الريف يقولون أنه تعرضوا للتعديب ووفق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعديب أي شخص يتعرض أو يصرح بتعرضه للتعديب فالدولة أو الجهة التي مارست هذا التعديب هي التي يجب أن تتبت أنه ليس هناك تعديب هذا خرق للمدى الرابعة عندما يقول تقول المدى الرابعة يعني تضمن كل دولة الطرف أن تكون جميع أعمال التعديب جرائم يعاقب علي القانون وبالتالي فأن هذه الجرائم لأن هناك خبرة طبية أقر بها أو أمر بها قضي التحقيق فوجد أن هناك عدد من المعتقلين تعرضوا للتعديب هناك تقرير لمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقول بأن هؤلاء تعرضوا للتعديب هناك تصريحات وهذا هو القوي في القصة هناك تصريحات هناك تصريحات للضحايا يقولون بأنهم تعرضوا للتعديب وليس للتعديب أبشع أنواع التعديب مفهوم سيد طارق أتلاتي الآن تفضل سيدتي أنا حينما تحددت عن محاولة إقحام تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه المحاكمة إنما هو محاولة من البعض لتهريب أطوار المحاكمة خارج إطار المساطر ووصل الحد بالبعض إلى احتقار القضاء قضاء المملكة المغربية بأن دفع باتجاه الدهاب إلى القضاء الدولي لاحظي معي سيدتي كل من يذهب في القفز للإستقواء بدولة أخرى إنما يسقط في ثلاث أمور أولا مس خطير بالسيادة المملكة المغربية ثانيا تبخيس لمؤسسات المملكة المغربية ثالثا الدفع باتجاه فرض الوصاية على شعب وعلى أمة وعلى دولة من حجم المملكة المغربية فقط تعتقلوا تعتقلوا تلك الدول التي يستقون بها حتى يكون الأمر واضحا عندما استضفنا سيد أحمد زفزافي قال بأن جولته الأوروبية ليست للاستقواء أو الاستعداء إنما هي للاستجداء وطلب مساعدة من أجل هذا كلام مردود عليه لأننا لسنا دولة بدون سلطة نحن دولة مؤسسات ولدينا سلطة خضائية ولدينا نياب عام مستقل عن الوزارة العدل لماذا نقف عن مؤسسات الدولة وندهب إلى الخارج هناك من المؤسسات بين قوسين الذين يعتقدون بأن المملكة المغربية دولة قاصر المملكة المغربية بحضارتها وتاريخها فهمنا 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 الفكرة لسنا بسطة بملاقشة تاريخ المغرب والمغرب طبعا من العريق لم تستطيع لن تصبح لن تصبح سيد طارق الأتلاتي سيد عبد صمد أي تعيشة لماذا يذهب أحمد زفزافي في هذه جولة الخارجية هل يحاول تدويل القضية هذا أمر قد يحسب ضده وضد القضية طبعا عندما نجد أن المؤسسات الدولة التي يمجد لها سيد طارق الأتلاتي ويقول بأن هناك مؤسسات عندما تكون هذه المؤسسات تعتقل أشخاص أبرياء تعتقل أطفال حوالي يجب أن نميز هنا نميز بين مؤسسات بين أجهزة تعرض الناس للتعديم للاعتقال ولي سيد طارق الأتلاتي تركتك تكمل فكرتك دعنا نترك سيد عبد صمد أي تعيشة يكمل فكرته وسأختم معه البرنامج لأذن الوقت انتهى عندما نتحدث عن هذه المؤسسات مؤسسات لا تحترم القانون لا تحترم الدستور الذي وضعته لا تحترم القانون الجنائي لا تحترم الاتفاقيات الدولية التي عمضت عليها فالإنسان المظلوم ما عليه إلا أن يستجدي بمؤسسات أخرى أكثر قوة أو أكثر تمتيلية على هذه المؤسسات هذا قد يحسب ضد أرسل المؤسسات هناك حتى أسئلة تطرح حول من يمول هذه الجولة يعني كيف ولماذا أنا لا أعرف عن مسألة التمويل قال بأن هناك له عائلات وعائلات المعتقلين السياسيين في المغرب لكن سيد طارق الأداتي لماذا تتحدث عن الموضوع لا لا سيد طارق الأداتي أنا أستطيع أن أتحدث عن الموضوع مع الأسف مع الأسف انتهى وقت البرنامج انتهى وقت البرنامج أشكرك لم تستطع أن تكمل فكرتك سيد عب سمد أي تعيش على المشاركة وأشكر سيد طارق الأداتي على مشاركته معنا شكرا